بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام وأقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الصديقة القديمة للمتزوجة في المنام فإذا رأت السيدة المتزوجة الحبيب السابق في المنام فذلك يدل على التعرض للعديد من المشاحنات أو الخلافات فيما بينها وبين زوجها وتعد هذه الرؤية واحدة من الرؤى السيئة والغير طيبة وإن كانت الصديقة القديمة تقوم بإهدائها طبقا من الحلوى في المنام فإن هذا يبشرها باقتراب قدوم الأخبار المفرحة في القريب العاجل وإن كانت تشعر بالحزن وهي تحاور صديقتها القديمة فإن هذا يشير إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من بعض المقربين منها والذين يحيطون بها وإن كانت تتشاجر مع الصديقة القديمة في المنام فإن ذلك يشير إلى مرورها بالعديد من العقبات أو الأزمات في حياتها وإن كانت الصديقة القديمة تبكي في المنام وتشعر بالحزن فهذا يشير إلى تعرضها للكثير من الضغوطات النفسية السيئة وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة